بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع ورحبكم على قناة STC في مسلسل المليار الذهبي وغزو الفضاء ومع الحلقة رقم 16 بعنوان كيف خطت أماصك لاستخدام الأنفاق من أجل مركبات هايبرروب في العام 2013 كان الظروف أعماله في ازدهار أصبحت الضائقة المالية أمرا من الماضي وخرج بمزيد من الابتكارات فماذا كانت هذه الابتكارات؟ في أغسطس من العام 2013 أطلق ماسك هايبرروب وهي شكل من وسائل النقل تسمح بالسفر بين المدن الكبرى خلال وقت قصير جدا مما يخفف الازدحام المروري بشكل كبير حيث تطلق أنظمة النقل عالية السرعة المعتمدة على طاقة متجددة تطلق الركاب ضمن كابسولات عبر أنابيب بسرعة تصل إلى أكثر من 1200 كم في الساعة وفي العام 2015 بدأت سبيس إكس بتطوير مشروع ستار لينك لتأمين الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وفي 24 مايو سنة 2019 تم إطلاق أول 60 قمرا صناعيا عاملا يتكلف المشروع حوالي 10 مليار دولار وهنا نوجه لماسك هذا السؤال ماذا يعني المستقبل بالنسبة لك بالنسبة إلى ماسك المستقبل يعني وجوب التعامل مع الذكاء الصناعي أيضا لذلك شارك في عام 2015 في تأسيس شركة أوبن إي آي وهي شركة بحثية غير ربحية تهدف إلى تطوير مجال الذكاء الصناعي الودي كما شارك في تأسيس شركة نيورالينك في العام 2016 وهي شركة ناشئة تركز على تطوير واجهة دماغية حاسوبية يمكن لهذه الابتكارات أن تحسن الذاكرة أو تساعد البشر على الاندماج مع البرامج الحاسوبية وفي شهر ديسمبر سنة 2016 كان ماسك مصمما على التخلص من الازدحام المروري داخل المدن لذلك أسس شركة داورنينك كامباني وهي شركة ناشئة تختص في مجال الأنفاق ووسائل النقل رأى ماسك أن هناك محدودية لشبكة النقل الحالية وازدحام لوس أنجلوس المروري الشهير وكانت لديه رؤية مستقبلية لشبكة نقل عامة تحت الأرض أو شكوا على الانتهاء من بناء أول نفق ذاتي القيادة تحت لاسفي جاس يخطط لاستخدام الأنفاق من أجل مركبات هايبرلوب أعلن في ذلك العام أن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة هي المستقبل يقول أتوقع أنه خلال نحو عشرة أعوام على الأرجح سيصبح من المعتاد صنع سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل سيصبح امتلاك سيارة غير ذاتية القيادة في المستقبل مثل امتلاك حصان حيث قد تمتلك حصانا وتستخدمه لأسباب ترفيهية لكن ليس للاستخدام اليومي كما أعلن أن أهدافه الرئيسية الوصول بالبشر إلى المريخ كيف أعلن ذلك؟ هذا هو موضوع الحلقة رقم 17 من هذا المسلسل سنسعد باشتراكك في القناة والإعجاب بهذه الحلقة خالي استحيات STC والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته